جمال النهاردة الاهلي بدأ المباراة مسيطر الزمالك واضح انه كان في حرص زايد في قلق زايد ربما بسبب النقص العديد الموجود في الزمالك وطريقة اللعب المختلفة هاللي مؤثرها شوية على الزمالك الاهلي ما استغلش حالة عدم التوازن للزمالك في الشهوط الاول بشكل كامل وتحديدنا في العشرين ديه الاولى او النص ساعة الاولى وقدر الزمالك في الشهوط التاني انه يقدر يتفوق ويستغل هو بقى حالة الهدوء اللي بقى عند النادي الاهدي خلينا ابتدي من بداية المباراة الاهلي دخل الجيم عارفه وعايز ايه لكن غلط غلطة كبيرة بس غلطة الغلطة ديه ما بنتلناش بنتلنه في بداية الشهوط التاني ايه الغلطة انه مقسمش الشهوط الاولاني الشهوط الاولاني انا بدأت عمل ضغط عالي قدرت ان انت تشتغل بشكل ما ان انت تزود اخطاء الزمالك في الخروج اللي هو عنده في الاساس مشكلة في الخروج بالكرة من الخطر الخلفي عنده مشكلة كبيرة جدا لكن اختلف مع نجيه في جزئية صغيرة قصة البتر الاهلي كان بيشتغل على ايه الشهوط الاولاني وفقدوا تماما الشهوط التاني انه كان بيشتغل على الاساس اللي في ظهر الاثنين وينج باكس لانه زمالك معروف من المبارح انه بيشتغل بتلاتة اربعة تلاتة عملها الشهوط الاولاني في نص ساعة الاولى سبع مرات وبعدين عملها مرتين في الربع ساعة بنكلم تسعة مرات في شهوط واحد ده بات بالنسبة لي هو نمط ان انا بحضر من خط الخلف وبعدين بعمل لونج باس في واحدة من الناحيتين في فلانك من الاثنين لمين او الشمال وراء الاثنين لونج باكس سواء سيد نموار ناحية اليمين او عبدالله جوم على ناحية الشمال ممكن اشرحها للناس بشكل ابسط عشان افهمتك دلوقتي وشفتها لما انت قلتلي انا شفتها انه احيان الناس وقت تفرج على الاهلي في الشهوط الاول انت عملت احضر ليه في وسط الملع وبعد كده ترجع الكرة اللي وراء يقولك ما تخش وهاجم وتبتخلق المساح وبيخلق المساح عشان المساحة تبقى وراءهم وتحصل الكرة زي بتاع ترامل وبيع كده لمحمد شريف اللي سجل منها الهدف بخطأ من محمد شريف ونفس القصة اللي كانت معمولة برضو كرة مسقطة بتاعة افشا اللي ضيع الهدف من الانفراد اه خطأ من الدفاع لكن ايه برضو بيشتغل على نفس الانفراد اللي بعد الجول بدقتين نحلمين لبيرسي تاو بعدها انفراد من ناحية الشمال لأحمل عبدالقادر انفرادات ما بتكتملش بسبب بقى النقطة نمت فيها معنا جيب القرارات في التلتة الأخير كانت سيئة كارثية من الدقيقة واحد من الدقيقة سبعة وتسعين من ناحيتين القرارات كارثية انت كنت محضر كويس اه قدرت انك تشتغل للشوت الاولاني كابتن سامي قمصانو ومدخل اللعيبة للشوت الاولاني كويس اه تنفيذ اللعيبة في الملعب والكواليتي فرق كتير جدا معا ما خلتش الكلام ده طلع عدم يتحمل بقى المدير الفنيين اللي انا اكيد بأعذره لانه في الاخرى هو مش الرجل الاول ليس الرجل الاول من خمسة ايام انه ما قسمش المباراة دي كان مفتقد فيها لشيء من الخبرة او القرار الصحيح انه يقسم المباراة انت دغطت بشكل جيد جدا لمدة تلاتين دقيقة ابتريت تقل شوية ورجعت طلعت تاني مع نهاية الشوط ولكن محضاية الشوط التاني حتى احنا في النقل الناس اكيد اتفرجت يعني اول دي اقتم ما تنقلهش احنا بتفرج على الفيت فشايف الجيم الاول من الثانية الاولى في الشوط التاني والاهل متراجعت تماما بيلعب عشرة تحت الكورة فيش اي مبرر انت ناهي الشوط ولعب 45 دي اياه تصوبتين فقط للزمالك في الشوط الاول واحدة في الديئة 45 احمد سيد زيزو من العمق في وسط الجن تزديئة ضعيفة جدا اختراق من احيط اليميل احمد سيد زيزو اللي حطاها قلش معويش رجل وراحت على شمال محمد الشرق واحدة في الاول الوقات مديش ناو بتاعت اشرف من شرق هما ثلاثة في شوط الاول فانت في النهاية معلكش تهديد معندكش مشكلة فانت ايه سبب التراجع ده انا بالنسبالي لانها سألت تحد من اللعيبة بعد المباراة هما مخدوش تعليمات هما يرجعوا تحت قوي كده لكن خدوا تعليمات ان هما يشتغلوا من الضغط من منطقة تحت شوية من مديم نقل البلوك انت نقلت البلوك من عالي المتوسط نزلته تحت بعشرة ياردل تحت عشان القصة الناس تبا فاهمة بسيطة من على دايرة سنتر فوق من فوق دايرة سنتر لتحت دايرة سنتر هما نزلوا اكتر من اللازم لكن في النهاية اللي انا سنتجتوا بقى انه كان في مشكلة بدانية كبيرة جدا نعم